بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل الانيرجي اكوشنز بتاعتنا وبنتكلم اليوم على بعد ما شوفنا البرنولي اكوشن بنتكلم على الهايدوريلي جريديانت لاين والانيرجي اللي هو عملية ربريزنتيشن لمعادلة الانيرجي اكوشن اول احنا اطلق لها برنولي اكوشن اول حاجة عشان نشوف المعادلة بتاعتنا للإيديال يبقى انا عندي مجموعة طقاط عند المقطع اللي انا عندي السيستم اللي قدامي ده بتساوي مجموعة طقاط عند المخرج من السيستم ببتدى مثل هذه المعادلة بختار خط مرجع لي اللي هو الديتن بتاعنا الخط المرجع ده يبقى من هنا لحد هنا ده زد واحد ومن حد هنا ده زد اثنين بعد كده الستاتيك هيد عندنا بي واحد على جاما وبعدين الديناميك هيد بي واحد تلبيع على اثنين جيب لما اجي عند المخرج نفس الكلام زد اثنين زائد بي اثنين على جاما زائد بي اثنين تلبيع على اثنين جيب الخط الواصل من نهاية الستاتيك هيد اللي هو مجموع البيزومتريك هيد هنا الخط ده بسميه هيدروليك جريديانت لاين اللي هو خط منحدر الضغط لما انا بقفل الطاقات عندي هنا بسميه خط الانيرجي العين وبالتالي ان مجموع الطاقات هنا بيسميه مجموع الطاقات هنا فيبقى عندي الخط ده بيوازي الخط الديتن بتاعنا طيب ده اللي سريان مثالي طيب السريان الحقيقي اللي بيحدث عندي السريان الحقيقي عن تأثير الفيزوكوسي والتأثيرات اللي نعملتها الفريكشن كلها يبدأ يظهر عندي فيبقى عندي برضو مجموع الطاقات الموجودة في المدخل بيساو مجموع الطاقات عند المخرج بيجرسمها بيلاقي الطاقات وصلت لحد هنا طب عشان الخط يبقى عندي يوصل بيوازي الخط لتحت فالجزء المتبقي ده يمثل مجموع الفقد في الطاقة وبالتالي بالنسبة للسريان الحقيقي بيكون شكل معادلة البرنيل ايكويشن V1 تربيه على 2G زائد Z1 ثو V2 على جاما زائد V2 تربيه على 2G زائد Z2 زائد السميشن الفلوس والسميشن الفلوس ده ان شاء الله نشوف طريقة حساباته لما ما نجد ندرس الفلو ثرو بايب الخط الواصل البيزومتراكت بسميه هيدوروليك جراديانط لين الخط الواصل بين الطاقات بسميه اينايرجي جراديانط لين الخط الكل للطاقة بسميه توتال اينايرجي لين وده بتدين الربريزينتشن لمعادلة البرنولي اكويشن سواء كان سرايان مثالي او سرايان حقيقي ويحنا كدة سين راώνنا معادلة البرنولي اكويشن بطولة ان مجموعة الطاقات لسبب السرايان المثالي في اى مقطع متساوي اذا كان了 السرايان مثالية اذا كان السرايان مثاليا لا هيظهر عندي الفقد في الطاقة قلنا ان كل ترمز متاع معادلة البرنولي اكوين بالصورة اللي احنا شفناها يمثل وحدات energy per unit weight وان شاء الله نستكمل تطبيقات energy equation في المحاضرة القادمة